بسم الله الرحمن الرحيم النهاردة ناخد الحصة الاخيرة في الاستاتيكا وناخد فيها الجزء التاني في درس الاحتكاك اتزان جسم على مستوى ماء الخشن الحصة اللي فاتت خدنا اتزان جسم على مستوى افق خشن قولنا لو حطنا جسم على مستوى افق خشن بيكون متزن تحت تأثير اربح قوة اول قوة وزنه دي بتعمل رأسية اللي هسفل تاني قوة رد الفعل بنسميه رد الفعل العمودي بيكون عمودي على المستوى دول قوة تنسبتين معاك الوزن ورد الفعل القوة الثالثة لها القوة اللي بتحاول تحرك الجسم ممكن القوة دي تكون افقية وممكن تكون ميلة على المستوى وطالما حطيني الجسم على مستوى خشن بتظهر معنا قوة احتكاك قوة الاحتكاك بتكون عكس الاتجاه المحتمل للحركة. احنا بنحاول نحرك الجسم ناحية اليمين فقوة الاحتكاك ناحية الشمال. لو كان الجسم متزن يبدأ احتكاك عادي لو جلك الجسم على وشك الحركة يبدأ احتكاك نهائي. اللي بنسميه حاصي كنا بنحل المسال هنا ازاي بمعادلة الاتزان كل مسال المستوى الخشم بيحلها لك معادلة الاتزان بنساوي القوة اللي فوق باللتاعت واليمين بالشمال. فنقول له راه بتساوي واو وقواف بتساوي حاصي ونجيب منها المجهول اللي احنا عايزينه ده كده لو كان المستوى عندك افقي خشن. حسنا النهاردة هيكون المستوى مائل خشن خلي بالك احنا خدنا جبل كده المستوى المائل الاملس. خدناه في الحصة الرابعة مع الاتزان فانت تخلي بالك في المسال الجسم محطوط على مستوى مائل املس ولا مستوى مائل خشن افكركم بالمستوى الاملس الاول لما نحط جسم على مستوى مائل الاملس كان بيتزن تحت تأثير ثلاث قوة. اول قوة سابتة معاك قوة وزنه دايما الرأسيا الاسفل. القوة الثانية رد فعل المستوى. رد فعل المستوى الاملس دايما عمود عليه اده قوة سابتين الوزن ورد الفعل. ده مستوى املس فلو سبنا الجسم هيجع لتحت فلازم قوة ثالثة تعمل له اتزان هنمسك الجسم ده بقوة ثالث قوة ثالثة كان لها ثلاث حالات ممكن يقول لك افقية ممكن يقول لك في اتجاه المستوى ممكن يقول لك ميلة على المستوى دي كده القوة الثالثة اللي بتأثر على الجسم. كنا بنحل المستوى المائي للاملس ازاي? كنا بنحله بقعدة لامي. كنا في الاول بنجيب الزاوية بين كل قوطين نجيب الزاوية بين كل قوطين مثلا دي اسمه هه واحد ودي اسمه هه اثنين ودي اسمه هه ثلاثة. ونطبق قعدة لامي اللي كانت بتقول اكسم القوة على جيب الزاوية المقابلة لها يعني نقسم واو على جاهه واحد قاف على جاهه اثنين اراه على جاهه ثلاثة فعكده تجيب المطلوب اللي انت عايزه المستوى المائي للاملس بنحله بقعدة لامي اما المستوى المائي للخشن اللي هو درسنا النهاردة اي مستوى خشن بنحله بمعادلات الاتزان طيب ايه لو افكر اللي في الحصة هم فكرتين او حالتين الحالة الاولى الجسم ممكن يتزم تحت تأثير وزنه فقط يعني مفيش قوة بتأثر عليه الحالة التانية هيكون في قوة بتأثر على الجسم وهو درس مفوغش غير الفكرتين دول هنمسك كل حالة نشرحها وبعد كده ناخد عليها مسال تعال نشوف الحالة الاولى معنا في الدرس ده اللي هو اتزان جسم على مستوى مائي الخشن بتأثير وزنه فقط يعني مفيش قوة بتأثر على الجسم والحالة دي هتوصلنا القعدة هي لتحليلنا نص مسال الحصة طيب انا مش هديك القعدة مباشر احنا هنرسم ونوصل للقعدة دي الوحدين لو عندك مستوى مائي الخشن زي ده بيميل على الأفقي بزاوق ياسه زاويت هسم هي زاوية مائي للمستوى الجسم ده ممكن يتزن بحالتين ممكن يتزن تحت تأثير وزنه فقط يعني مفيش قوة بتأثر عليه هتشد مسال اللفوق والحالة التانية هيكون في قوة بتأثر عليه خلنا في الحالة الاولى اللي هو يتزن تحت تأثير وزنه فقط فين القوة اللي بتأثر عليه كده عشان يكون متزن؟ أول قوة سابتة معانا الوزن وزن الجسم دايما رأسيا لأسفل تاني قوة رد الفعل العمودي بيكون عمودي على المستوى قوتين سابتين معانا الوزن ورد الفعل العمودي في الطبيعي عشان ده مستوى مائل لو سبنا الجسم هينزلق لتحت هيجع لتحت مين اللي بيمنع من الانزلاق اللي هي قوة الاحتكاك لان ده مستوى خشن مش أملس المستوى الخشن بيظهر في قوة احتكاك هي اللي هتمنع من الانزلاق فين هي قوة الاحتكاك دي بتكون دايما عكس اتجاه الحركة عكس اتجاه الحركة المحتمل هو الجسم الطبيعي انه هو هينزل لتحت يبقى قوة الاحتكاك اتجاهها لفوق دي قوة الاحتكاك اللي بتخلي لك الجسم متزن بتمنعه من الانزلاق لو يلك الجسم متزن يبدأ احتكاك عادي بنسمحها لو كان الجسم على واشك الحركة او على واشك الانزلاق يبدأ احتكاك نهائي اللي احنا بنسمحها سين كده الجسم متزن تحت تأثير وزنه فقط ما جلقش مثلا شدنا بخيط أو بحبل طيب خليك فاكر كده الوضع الحلي للجسم الجسم كده على وشك الانزلاق عشان دهت كاك نهايب هو على وشك الانزلاق تحت تأثير وزنه فقط ايه اللي عايزين نوصله هنا؟ عايزين نوصل في الاول لمعادلات الاتزان عشان توصل لمعادلات الاتزان لازم نحلل الوزن في كل مساء للمستوى المائل الخشن لازم نحلل الوزن في المساء مش بنتعامل مع الوزن بنتعامل مع مركبات الوزن فلازم نمسك الوزن ده نحلله زي ما خدنا في الدرس التاني هنحلله لمركبتين متعامدتين واحدة يمين وواحدة شماله دايما المركبة هتكون في اتجاه المستوى الاسفل والمركبة التانية هتكون عمودية على المستوى الاسفل زي ما الوزن اتجاهه لتحت المركبتين برضو اتجاههم لتحت دايما واحدة في اتجاه المستوى وواحدة عمودية على المستوى طيب عشان نحلل الوزن لازم يكون عند زاوة من دول عشان نقول مطرح ما زاوة نام نضره في جيب التمام قلنا في الحصة التانية ان زاوة تميل المستوى على الأفق اللي هي زاوة هاي بتساوي الزاوة اللي هنا اللي هي الزاوة بين الوزن ومركبها العمودية دي هاي يبا دي برضو هاي ساعتها اثبتناها قلنا الزاوة دي عندك بتسعين والزاوة دي مثلا بتلاتين من المثلث تسعين تلاتين بفضلك هنا ستين المركبتين موتى عامدتين يعني الزاوة كلها تسعين منها ستين بفضلك هنا برضو تلاتين هتلاقي الزاواتين دول يساوه بعد فاحنا من غير اللافة دي كلها بنقول على طول الزاوة يتميل المستوى على الأفق بتساوي الزاوة اللي هنا ليه بين الوزن وبين المركبها العمودية كده نقدر نحلل الوزن بنحلل على حسب الزاوة دي مطرح ما الزاوة تنام قدر في جيب التمام الزاوة دي جرابة من المركبها العمودية ابا المركبتين تنضرب في جيب والمركبتين الدول تحفظهم هيتكرروا معنا في كل المساء المركبة اللي في اتجاه المستوى اسمها و conflict اللي في اتجاه العمود اسمها و JT كده حللنا الوزن ممكن للغي وصلنا كده لمعادلات الاتزاد هنسوي القوة يمين بالشمال والقوة اللي فوق باللي تحت البحاسين هتسوي وجهة والقوة اللي هاراه بتسوي وجهتها طب عايزين نوصل للقاعدة بتاعتنا القاعدة بتاعتنا مرتبطة بزاوة الاحتكاك فين زاوة الاحتكاك هنا؟ قلنا الحصة اللي فاتت زاوة الاحتكاك بتكون بالردية الفعل رد الفعل العمودي ورد الفعل المحصل فين رد الفعل المحصل اللي هو محصلة راه وحا محصلة القوتين بتكون بين القوتين ده كده رد الفعل المحصل اللي احنا بنسميه ره شرط بيكون على استقامة واحدة مع الوزن الزاوية اللي بين ردية الفعل اللي بين رد الفعل العمودي ورد الفعل المحصل اسمها زاوية الاحتكاك اللي احنا كده بنسميها لام كده وصلنا للقاعدة بتاعتنا لاحظ من الشكل كده ان زاوية لام بتساوي زاوية ها يساوي بعض بالتقابل بالرأس ودي القاعدة اللي احنا عايزين لوصل لها زاوية لام اللي هي زاوية الاحتكاك بتساوي زاوية هي اللي هي كانت زاوية ميل المستوى على الأفقي هتلاحظ ان هما بيساوا بعض بالتقابل بالرأس فالقاعدة بتقول لو حطنا جسم على مستوى ماء الخشن والجسم ده كان على وشك الانزلاق تحت تأثير وزنه فقط لازم يكون عندك الشرطين دول يكون على وشك الانزلاق وتحت تأثير وزنه فقط ما جلكش فيه قوة بتأثر عليه ايه اللي نستنتجه نستنتج ان زاوية الاحتكاك بتساوي زاوية ميل المستوى على الأفقي يعني لام بتساوي هي ودي القاعدة اللي هنستخدمها بحل معظم مسألة الحص اذا وضع جسم على مستوى ماء الخشن وكان على وشك الانزلاق بتأثير وزنه فقط لازم الشرطين وشك الانزلاق بتأثير وزنه فقط ايه اللي نستنتجه ان قياس زاوية الاحتكاك اللي هي لام لازم تساوي قياس زاوية ميل المستوى على الأفقي اللي هي 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 لام بتساوي هي لو مثلا زاوت ميل المستوى على الأفق ب30 إبا زاوت الاحتكاد برضو ب30 زاوت ميل المستوى على الأفق ب50 إبا زاوت الاحتكاد برضو ب50 مثال مباشر مديك جسم بيقولك الجسم ده على وشك الانزلاق احنا حطينه على مستوى ماء الخشن وهو على وشك الانزلاق هل في قوة أثرت عليه مفيش تهو على وشك الانزلاق تحت تأثير وزنه فقط إبا نستخدم على طول القاعدة بتاعتنا طالما على وشك الانزلاق وتحت تأثير وزنه فقط نستنتج النلام تساويها زاوت الاحتكاك بتساوي زاوت ميل المستوى على الأفق هو مديك زاوت ميل المستوى على الأفق 60 الزاوت اللي هنا ب60 عايزين زاوت الاحتكاك برضو هتساوي 60 لأن لام بتساويها هاهم الدهلك ب60 يبا لام برضو ب60 طب عايزين معامل الاحتكاك السكوني معامل الاحتكاك اللي هو ميمسين قانون ميمسين اسمه ظالم معامل الاحتكاك يساوي ظل لزاوة الاحتكاك. لام عندنا بستين يبقى هنجيب الزا بتاعتها. زا ستين بتساوي جازر تلاتة. معامل الاحتكاك في الحالة دي ممكن بدل ما نقول بيساوي ظا لام ممكن نقول لي بيساوي ظا هي. لان لام بتساوي هي. طالما الجسم على وشك الانزلاق تحت تأثير وزده فقط. بنستنتج على طول ان لام بتساوي هي. اهل القاعدة الصغيرة دي هناخد عليها اربع مسائل. اول مسالتين على القاعدة دي ودول شبه بعض. في الشكل الاول ميديك جسم موضوع على مستوى مائل خشن. طبعا المستوى ده لازم يكون خشن عشان لو كان املس كنت هتلاقي الجسم ده واجه. المهم بيقولك ان الجسم ده على وشك الانزلاق الى اسفل المستوى. الجسم على وشك الانزلاق. ولاحظ ان هنا مفيش قوة اثرت على الجسم. ايبا هو على وشك الانزلاق تحت تأثير وزنه فقط. تفتكر على طول القاعدة بتاعتنا. طالما الجسم على وشك الانزلاق تحت تأثير وزنه فقط. نستنتج ان لام بتزاوي ها. لام اللي هي زاوة الاحتكاك. وهي اللي هي زاوة ميل المستوى على الافق. اللي هي اللي تزاوة اللي هنا دي. دي زاويت ها. ايه اللي احنا عايزينه? عايزين زاوة الاحتكاك السكوي. عايزين زاوة الاحتكاك اللي هي لام. اقول له والله لو قدرت اجيب ها. اقدر اجيب لام. انهما بيصاوا بعض. طالما الجسم على وشك الانزلاق تحت تأثير وزنه فقط. ايبا لام بتسوي ها. نقدر نجيب زاوة ها من المثلث القائم. ده مسلث قائم عندك ضلع فيه بستة متر وضلع بتمانية متر. عشان تجيب زاوة ها نجيب لها في الاول الجاة او الجاة او الزا. هنا نقدر نجيب الزا عشان عندنا المقابل وعندنا المجاور. ايبا زاوة ها اقدر اجيب لها الزا. ايبا انا في الاول هاجيب زاهه. زاهه مقابل على مجاور. المقابل بookة والمجاور بتمانية. ايبا ستة على تمانية. احنا عايزين الزاوة نفسها. فقد اضغط شفت. هاضغط شفت تتان. ستة على تمانية. زاوة ها تطلع معاك. لما تعملها بالقلاة هاتطلع معانا ستة وتلاتين درجة سبعة وتمانين من مية. دي زاوة ها زاوة لام هتسويها ليه زاوة الاحتكاك هتسوي ستة وتلاتين وسبعة وتمانين من مية درجة biases ليه سوى بعض؟ عشان الجسم على وشك الانزلاق تحت تأثير وزنه فقط نستنتج النيلان بتساويها السؤال الثاني شابه مديني جسم بيقولك الجسم ده على وشك الانزلاق أسفل المستوى هو على وشك الانزلاق هل في قوة مأثر عليه؟ مفيش قوة مأثر عليه يبه هو كده تحت تأثير وزنه فقط نفتكر على طول القاعدة بتاعتنا على وشك الانزلاق تحت تأثير وزنه بس يبه نستنتج النيلان بتساويها زاوة الاحتكاك بتسوي زاوة مي للمستوى المرادة هو عايز زاوة ها فانا لو قدرت اجيب زاوة لام اقدر اجيب زاوة ها هجيب زاوة لام منين مدين ومعطي هنا مديني معامل الاحتكاك بيسوي 25 من 100 مديك ميم سين اللي هو معامل الاحتكاك قانون معامل الاحتكاك اللي هو ظالم ميم سين يسوي ظالم مدول انا في المثلة ب25 من 100 كده نقدر نجيب زاوة لام هضغط شفت تان شفت تان 25 من 100 اعملها بالقالة زاوية لام هتطلع معاك تقريبا ب14.4 من 100 دي زاوية لام زاوية الاحتكاك يبقى زاوية هيه برضو هتساوي 14.4 من 100 كل اللي بنعمله ان هنا الجسم على وشك الانزلاق وانا مش شايف قوة بتأثر عليه غير وزنه يبقى هو على وشك الانزلاق تحت تأثير وزنه فاخت نستنتج على طول ان لام بتساوي هيه زاوية الاحتكاك بتساوي زاوية 100 المستوى ده السؤال التالي نشوف السؤال التالت السؤال التالت ده سؤال حلو رابط لك حصة النهاردة بالحصة اللي فات اللي هو المستوى الافق الخشن سؤال طويل وحله كبير لكن فكرته سهلة يقول لي وضع جسم وزنه 90 سوكليجرام على مستوى ماء الخشن ده الجسم وزنه 90 سوكليجرام حتى نعلى مستوى ماء الخشن ولوحظ ان الجسم اصبح على وشك الحركة تحت تأثير وزنه فقط هالجملة ده فهم منها الحالة الاولى او القعدة اللي خدناها طالما الجسم على وشك الحركة تحت تأثير وزنه فقط استنتج على طول ان لام بتساوي هيه ولازم يديك الشرطين دول على وشك الحركة او على وشك الانزلاق تحت تأثير وزنه فقط يبا لام بتساوي هيه زاوية الاحتكاك بتساوي زاوية ميل المستوى على الافقي مديك هو ظل زاوية ميله على الافقي باثنين على الثلاتة زاوية الميلة على الافقي اللي احنا بنسمها هيه مديك الظل بتاحها بيساوي اثنين على الثلاتة ظلها يعني الزا بتاعتها مديك زا هيه بتساوي اثنين على الثلاتة كده نعرف انه ظا لام برضو باثنين على الثلاتة لان لام بتساوي هيه من الكلام ده اقدر اجيب ميمسين اجيب معامل الاحتكاك معامل الاحتكاك بيساوي ظا لام وظالم بيساوي ظاهي يعني برضو بيساوي اتنين على تلاتة كده احنا استخدمنا المعلومة او القاعدة اللي خدناها في درسنا النهاردة كل الباجة هيكون على الدرس اللي فات بيقول لي فايزة وضع نفس الجسم على مستوى افقي في نفس خشونة المستوى المائل الجسم ده بدل ماهو كان على مستوى مائل احنا هنحطه على مستوى افقي بيقول لك نفس الجسم حطناه على مستوى افقي خاشن في نفس خشونة المستوى المائل في المستوى الأفقي في نفس خشونة المستوى المال ليهم نفس الخشونة دي أفهم منها إيه؟ إن ليهم نفسه معامل الاحتكاك لأن معامل الاحتكاك هو اللي بيجسلك الخشونة طالما الجسم هو الجسم والمستويين ليهم نفس الخشونة يبقى ليهم نفسه معامل الاحتكاك يبقى معامل الاحتكاك في المستوى الأفقي برضو بيساوي 2 على 3 طيب تعال نكمل مع المستوى الأفقي إيه القوة اللي بتأثر على الجسم؟ فيه قوة 2-70 قوة وزنه رأسيا لأسفل وقوة رد الفعل العمودي قوة الوزن الوزن كان من دهلنا في المسألة التسعين وقوة رد الفعل العمودي عايزين القوة لتأثر على الجسم ونوع الاحتكاك هو هيدهم لك في المسألة وأثرت فيه قوة شد إلى أعلى تصنع مع الأفق زاوية ظلها 3 على 4 أثرنا على الجسم بقوة شد إلى أعلى مجلكش أفقية يلا قوة شد إلى أعلى دي مثلا قوة الشد بنشد الجسم الناحة دي فالناحة التانية تظهر معنا قوة الاحتكاك احتكاك عادي ولا نهائي جل قوة الشد جعلت الجسم على وشك الحركة يبدأ احتكاك نهائي اللي هو حاسين ممكن بدل ما تكتب حاسين يكتب قانونها على طول اللي هو مين سين فرقه كده خلصنا رسمتنا احنا كده يعتبر شغالين في الدرس اللي فات حطينا جسمه على مستوى وفقي القوة اللي بتأثر عليه وزنه ورد الفعل العمودي والقوة اللي بتشده وهنا قوة الاحتكاك طيب القوة دي مائلة مائلة على المستوى بزاوية تعني سمي الزاوية دي مثلا سيتا القوة المائلة كنا بنعمل فيها كنا بنحللها كنا بنحللها لقواتين متعمدتين واحدة في اتجاه المستوى واحدة عمودية على المستوى مركبة بتكون افقية ومركبة بتكون رأسية بنحلل على حسب الزاوية اللي هنا دي الزاوية جريبة من المركبة دي يبقى المراكبة تتنضرف في جتا أضرق قاف جتا سيتا قاف جتا سيتا مراكبة الثانية تنضرف في جتا تساوي قاف جا سيتا وطلع ما حللنا القوة ممكن نلغيها كده نقدر نستخدم معادلات الاتزام اللي فوق يساوي اللي تحت واليمين يساوي الشمال طب زاوة الميل دي بكام مش مدهالك لكن مديك ظلها ب3 على 4 مديك زا سيتا ب3 على 4 لما يديك الزا أو الجا أو الجتا ممكن ترسل مسلس صغير عشان تقدر تجيب باج النسب دي مثلا زاوة سيتا هو مديك الزا بتاعتها 3 على 4 قانون الزا مقابل على مجاور من نظرية في صغورص ده تطلع معك ب5 كده تقدر تجيب جا سيتا وتجيب جا تا سيتا ليه هجيبهم عشان أقدر أستخدمهم هنا أقدر أستخدمهم في معادلات الاتزام جا سيتا مقابل على وطر بابتساوي 3 على 5 جا تا سيتا بيساوي مجاور على وطر إذا بيساوي 4 على 5 تعني نكتب معادلات الاتزام اليمين يساوي الشمال قوف جا تا سيتا يساوي الشمال ميمسين فرا اللي هو كان الاحتكاك النهائي ونساوي اللي هو فوق باللي تحت اللي هو فوق عنده قوتين terra زا قوف جا سيتا يساوي اللي تحت اللي هو الوزن كان بتسعين دي معادلات الاتزام إحنا عايزين في المس يفضل舒ف أصلا عايزين قوت الشد وعايزين رد الفعل العمودي ورد الفعل المحاصر عايزين قوة الشد اللي احنا ثمناها قاف ورد الفعل العمود اللي هو وراه ورد الفعل المحصل اللي هو وراه الشرطة تبتعي نحل معادلات الاتزان دول هنعوض عن جا سيتا وجا تا سيتا اللي احنا جبناهم هنا دول قاف جا تا سيتا جا تا سيتا بربع 5 هتضربها في قاف يبقى 4 على 5 قاف قاف ما نعرفهاش ميمسين فراء ميمسين اللي هو معامل الاحتكاك عندنا بالتنين على التلات معامل الاحتكاك بتكون نسبة سابت طالما المستويين لهم نفس الخشونة يبقى معاملة الاحتكاك اللي هو ممسين ب2 على 3 راه راه برضو ما نعرفهاش كده عملنا معادلة نبسط المعادلة التانية هنزل راه ما عرفهاش قاف جاسيتا جاسيتا عندك ب3 على 5 فضربها في قاف يبقى 3 على 5 قاف ونسوي الكلام ده بتسعي كده عملنا معادلتين هنحلهم بنحلهم بالتعود إما تجيب قاف من المعادلة الأولى وتعاوض عنها في المعادلة التانية أو العكس تجيب الراه من المعادلة الأولى وتعاوض عنها في التانية تعاوض نشتغل على راه عادة بتجيب رد الفعل من المعادلة الأولى وتعاوض عنها في التانية عشان تجيب رد الفعل هتطلع معك 6 على 5 قاف كده جيبنا رد الفعل سوى 6 على 5 قاف هحوشراها من هنا وحط بدلها قيمتها اللي هي 6 على 5 قاف إبقى جبت قيمة هراه من المعادلة الولى وعطت عنا في المعادلة التاني ونزل باقي المعادلة زاد 3 على 5 قاف يساوي 90 كده أصبحت معادلة في مجهول واحد نقدر نحلها عادي إجمع 6 على 5 و 3 على 5 يديك 9 على 5 إبقى 9 على 5 قاف يساوي 90 عشان أجيب قاف أضر في المعكوس الضربي أضرب هنا في 5 على 9 لما تضر في 5 على 9 القاف أتطلع معاك بـ 50 إبقى قاف اللي هي قوة الشد اللي احنا كنا عايزين بتساوي 50 سوكل جرام المطلوب التاني عايزين قوة رد الفعل العمودي اللي هي أراه أقدر أجيبها مسؤولة من المعادلة الأولى أراه بتساوي 6 على 5 قاف أتعود أراه بتساوي 6 على 5 في قاف قاف اللي هي قوة الشد عندنا 50 على 5 فال 1 على 5 فال 10 6 فى 10 بيساوي 60 إبقى رد الفعل العمودي 60 سوكل جرام أخيرا عايزين قوة رد الفعل المحصل رد الفعل المحاصل اللي هو راه شرط خدنا له قانونين للحصة اللي فات يا إما جزر راه تربيع زائد حاسين تربيع عادي ممكن نستخدم القانون داله واجبنا حاسين الأول هنضرب ميم سين فراء وكنا نغضل له القانون تاني اسم راه في جزر واحد زائد ميم سين تربيع هنعوض في القانون ده مباشر عندك رد الفعل العمودي وعندك معامل الاحتكاك رد الفعل العمودي جبنا بستين جزر واحد زائد ميم سين تربيع ميم سين اللي هو معامل الاحتكاك باتنين عالتلات هترباح هتب بأربع على تسعة اكتب بالقالة ستين جزر واحد زائد أربع على تسعة هتطلع معاك بعشرين جزر تلتاشر كده جبنا له كل اللي عايزه جبنا له قوة الشد طلعت بخمسين قوة رد الفعل العمودي طلعت بستين قوة رد الفعل المحاصل بعشرين جزر تلتاشر سوق الجراب إبه هناك الرابط لك الدرسين ببعض المستوى المال ده استخدمنا منه القاعدة طالما الجسم على وشك الحركة تحت تأثير وزنه فقط استنتجنا منها أني الآن بتساويه وباج المسألة معتمدة على الحصة اللي فاتت اللي هو الاتزان على مستوى أفقي خشي ده السؤال الثالث هناخد وسؤوله الأخير على الفكرة دي طيب جبل ما ناخد آخر مسألة على الفكرة دي هناخد ملحوظة هنا هي لتحل لنا المسأل إحنا القاعدة لما اللي ناخد عليها مسأل بتقول لك لو كان الجسم على وشك الحركة تحت تأثير وزنه فقط بنستنتج على طول أن هيه بتساوي لام زاوة الميل بتساوي زاوة الاحتكاك طب افرض لو مسكنا زاوة هيه دي كبرناها أو صغرناها لو هيه كانت أصغر من لام أو هيه أكبر من لام إيه اللي يحصل لو مسكنا زاوة هيه دي صغرناها فكده ميل المستوى هيصغر المستوى هنزل لتحت فهتلاقي الجسم كده مستقرة على المستوى هتلاقي متزن لكن مش على وشك الحركة متزن اتزان تام طب لو قبرنا زاوة هيه دي خلنها ساوت لام هتلاقي الجسم كده برضو متزن لكن على وشك الحركة لكنه لسه متزن أما لو كبرنا زاوية هيه دي خلناها أكبر من اللام فكده الجسم مش هيكون متزن هيجع لتحت فلي بيحدد لك هنا وضع الجسم إذا كان متزن ولا هيجع لتحت هي زاوية هيه دي بنقارن زاوية هيه بزاوية لام بنشوفها أصغر من اللام ولا بتساوي لام ولا أكبر من اللام لو مسكنا زاوية هيه دي صغرناها يعني المستوى نزلنا لتحت فكده الجسم هيستقر على المستوى هيجع عضوية ربع الجسم هيكون متزن وليس على وشك الحركة لو مسكنا زاوة هيه دي كبرناها شوية خلانها بتساوي لام كده الجسم برضو هيكون لسه متزن لكن على وشك الحركة اما لو مسكنا هيه دي كبرناها اكتر وخلانها اكبر من لام فالجسم كده هينزلق الجسم مش هيكون متزن وهيتحرك لتحت فانت عندك ثلاث حالات عشان تعرف حالة الجسم بنقارن هيه بلام هيه اللي هي زاوة ميل المستوع الافقي ولام اللي هي زاوة الاحتكاك لو عندك هيه اصغر من لام ايبا الجسم متزن وليس على وشك الحركة هيكون مستقرة على المستوى اما لو هيه بتساوي لام اللي هي القاعدة بتاعتنا الاساسية ايبا الجسم برضو متزن لكن على وشك الحركة خلاص هيتحرك لما نكبر هيه كمان هيه اكبر من لام يبا الجسم كده غير متزن تالجسم هيبدأ يتحرك لتحت ناخد على المثال ده بيقول لي وضع جسم على مستوى مائل خشن يميل على الافقي بزاوية قياسة 30 مديك زاوة الميل على الافق اللي هي زاوة هيه مدهنب 30 ومعامل الاحتكاك السكوني بين الجسم والمستوى جزر 3 على 5 مديك 150 بيسوي جزر 3 على 5 يقول لي وضح مع ذكر السبب ان هذا الجسم لا يمكن ان يبقى متزن على المستوى عايزين نسبت ان الجسم غير متزن يبا لازم نسبت ان هيه اكبر من لام سنجيب هيه ولام ولازم تطلع اكبر من لام دعا انا جيب هيه ولام زاوة هيه مدهن نجاهزا اللي هي زاوة ميل المستوى على الافقي مدهن 30 درجة يلي بوضع زاوية لام هجيبها منين اجيبها من معامل الاحتكاك مديك معامل الاحتكاك الجزر 3 على 5 معامل الاحتكاك بيساوي ظالم ممسين مدهلك بجزر ثلاثة على الخمسة يبا ظلام برضو بجزر ثلاثة على الخمسة كده نقدر نجيب زاوية لام هنضغط شفت شفت تان جزر ثلاثة على الخمسة زاوية لام هتطلع معك تقريبا بتسعتاشر درجة من كده الكبير والله أنا راح الزاوت هي هي الكبيرة هي بثلاثين ولام بتسعتاش يبا كده لاحظنا ان الزاوت هي اكبر من لام طالما هي طلعت اكبر من لام يبا فعلا الجسم دي لا يمكن ان يبقى متزن اذا الجسم غير متزن هيتحرك لتحت كده خلصنا الحالة الاولى معانا من اتزان جسم على مستوى ماء الخشن اهم حاجة فيها القعدة اللي خدناها لو لاجت الجسم على وشك الحركة تحت تأثير وزنه فقط استنتج على طول ان هيه بتساوي لام زاوية ميل المستوى على الافقي بتساوي زاوية الاحتكاك هناخد عليها مثال في الكشكول زي المثال اللي فات وندخل في الحالة التانية لو كان في قوة بتأثر على الجسم الفكرة التانية معانا والاهم في الدرس ده اللي هو اتزان جسم على مستوى ماء الخشن لكن بتأثير قوة الفكرة الاولى كان يديك الجسم ويسيبه مفيش قوة بتأثر عليه انما الحالة التانية هيدي قوة بتأثر على الجسم سواء القوة دي افقية او في اتجاه المستوى او بيتميل على المستوى خلينا في القوة اللي في اتجاه المستوى ان معظم المثال هيقول لك القوة في اتجاه المستوى اقول لك في اتجاه خطة اكبر من المستوى الاعلى دي القوة اللي بتأثر على الجسم طيب تعال نجيب باج القوة بتأثر على الجسم عشان تخليه متزن هم قوة تنسبتين معاك الوزن ورد الفعل وزن الجسم دايما رأسيا لأسفل قلنا في مسال المستوى الماء للخشن مش بنتعامل مع الوزن بنتعامل مع مركبات الوزن فهنمسك الوزن على طول نحلله بنحلله المركبتين متعامدتين واحدة في اتجاه المستوى واحدة عمودية على المستوى احنا على طول في المسال مش هنرسم الوزن هنرسم المركبتين دول واحدة بتكون في اتجاه المستوى واحدة عمودية على المستوى وتحفظهم اللي في اتجاه المستوى اسمها واجهة العمودية على المستوى اسمها واجهةة وعرفنا جات مني هنا واجهة وهنا واجهةة ده الوزن وهنا كده رد الفعل العمودي إبقى عندك كده أربح قوة مركبات الوزن ورد الفعل العمودي والقوة اللي بتشد الجسم إيه اللي غاب هنا غاب عنده قوة الاحتكاك لأن ده مستوى خشني إبقى عندنا قوة احتكاك يطرى فين اتجاه قوة الاحتكاك لفوق ولا لتحت في الحالة الاولى الجسم كان تحت تأثير وزنه فقط الوزن في الطبيعي بياخد الجسم لتحت فكننا بنحط قوة الاحتكاك لفوق لكن احنا هنا عندنا قوة بتأثر على الجسم القوة دي بتحاول تحرك الجسم لفوق ومركبة الوزن بتحاول تشده لتحت قوة الاحتكاك اتجاهها فين؟ بتكون عكس الاتجاه المحتمل للحركة لو اتجاه الحركة المحتمل لفوق بتحط قوة الاحتكاك تحت لو اتجاه الحركة التحت يبقى تحط قوة الاحتكاك فوق دايما قوة الاحتكاك بتكون عكس اتجاه الحركة المحتمل طيب تعرف منين الجسم ده يتحرك لفوق ولا ممكن يتحرك لتحت والله لو يريحك هو هيدهلك في المسألة يقول لك مثلا الجسم على وشك الحركة الأعلى الجسم على وشك الحركة الأعلى يبقى قوة الاحتكاك تحطها التحت وعشان على وشك الحركة يبقى ضعها هسين احتكاك نهائي لو جالك الجسم على وشك الحركة الأسفل على واشك الحركة الأسفل إبا نحط قوة الاحتكاك فوق دايما قوة الاحتكاك بتكون عكس الاتجاه المحتمل للحركة هيتحرك لفوق حط قوة الاحتكاك تحت هيتحرك لتحت إبا في مساء بيرايحك ويدك الاتجاه جاهز طب لو مش ميديك هتمسك القواتين دول تقارن بينهم اللي هي قاف ومركبة الوزن اللي هو ووجهه هتقارن بين قاف ووجهه الكبير يكسب لو القوة قاف هي الكبيرة الكبير يكسب فالجسم ممكن يتحرك لفوق فنحط قوة الاحتكاك تحت لو ووجهه هي الكبيرة الكبير يكسب فالجسم ممكن يتحرك لتحت فنحط قوة الاحتكاك لفوق دايما بتحط قوة الاحتكاك مع الغلبان مع الصغير لو قاف هي الكبيرة بنحطها تحت مع الصغير لو ووجهه هي الكبيرة بنحطها فوق مع الصغير إبا عشان تعرف اتجاه قوة الاحتكاك يا إما هو يدهلك في المسألة يا إما تقارن بين قاف ووجهة تحط قوة الاحتكاك عكس الاتجاه المحتمل للحركة طب نحل مسائلنا ازاي بمعادلات الاتزان اي مستوى خشن اللي بيحللك المسائل معادلات الاتزان فوق بيساو تحت ويمين بيساو شمال هنقول له را بتساوي وجهة وقوف زايت حاصين تساوي وجهة انا برضو فوق يساوي تحت يمين يساوي شمال ارا يساوي وجهة وقوف هتساوي قوتين هنا حاصين زايد واوجهة وممكن بدل ما تكتب حاصين تكتب القانون بتاعها على طول اللي هو ميم سين فراء بدل ما نكتب حاصين نكتب القانون بتاعها اللي هو ميم سين فراء كده يعتبر خلصنا الحصة الباجي كله مسائل هناخد على الفكرة دي حوالي سبع مسائل هتلاقيهم سبع مسائل ممتعين هتجرى المسألة كويس مرتين وترسم رسمتك وتحل وزي ما قلنا الحصة اللي فاتت لما تجرى المسألة خلي بالك من ثلاث حاجات اول حاجة المستوى المستوى افقي ولا مستوى مائل تاني حاجة تخلي بالك منها القوى اللي بتأثر على الجسم شوف وضعها ايه جلك افقية ولا في اتجاه المستوى ولا بتميل على المستوى انت هتلاقي معظم المسألة القوى بتكون في اتجاه المستوى اخيرا قوة الاحتكاك هتشوف احتكاك عادي ولا احتكاك نهائي بعد ما ترسم كل اللي يحللك المسألة معادلات الاتزان تعا نرسمه نشوف السؤال الأول بيقول ووضع جسم وزنه 40 نيوتن على مستوى خشن مستوى خشن إبا احنا هنا في درس الاحتكاك هنحل معادلات الاتزان المستوى ده أفق ولا مائل جلك مستوى خشن يميل على الأفقي بزاوية قياسها 30 إبا ده مستوى مائل هنرسم المستوى المائل وده كده الأفقي جلك يميل على الأفقي بزاوية قياسها 30 وده الجسم اللي حطناه على المستوى المائل الجسم وزنه كان بده لك 40 الوزن دايما الرأسية لأسفل في كل مساء للمستوى المائل الخشن مش بنتعامل مع الوزن بنشتغل على مركبات الوزن فهنمسك الوزن على طول نحلله مركبها تكون في اتجاه المستوى ومركبها بتكون عمودية على المستوى اللي في اتجاه المستوى خلاص التفاجن اسمها هوية وجاهة والعمودية على المستوى اسمها هوية وجاتاها ده الوزن وده كده رد الفعل العمودي هتلاقي الثلاث قوة دول سبتين معك في كل المساء اللي هم مركبات الوزن ورد الفعل العمودي طيب فاضل مين كده فاضل القوة اللي بتأثر على الجسم بقوة الاحتكاك يقول لك واثرت على الجسم قوة قاف فين اتجاه القوة دي جالك في اتجاه خط أكبر ميل للمستوى الأعلى هنأثر على الجسم بقوة قاف في اتجاه خط أكبر ميل للمستوى لأعلى في نفس اتجاه المستوى الأعلى القوة اسمها قاف ما نعرفش مقدرها كامل كده فاضل قوة الاحتكاك بتكون عكس الاتجاه المحتمل للحركة لو اتجاه الحركة المحتمل لفوق هنحط قوة الاحتكاك تحت لو اتجاه الحركة المحتمل لتحت نحط قوة الاحتكاك فوق نعرفها منين جالك القوة دي جعلت الجسم على واشك الحركة الأعلى القوة اللي احنا عصرنا بها على الجسم خلت الجسم على واشك الحركة الأعلى يبقى قوة الاحتكاك لتحت بتكون دايما عكس الاتجاه المحتمل للحركة يبهينا كده قوة الاحتكاك وطالما الجسم على وشك الحركة يبهي ده احتكاك نهائي اللي هو حاسين ممكن بدل ما تكتب حاسين يكتب القانون على طول اللي هو ميم سين فرع كده خلصنا رسمتنا كم اديكم اعطى كمان ان معامل الاحتكاك السكوني يسوي جزر 3 على 2 معامل الاحتكاك مده لنا بجزر 3 على 2 ايه اللي عايزينه؟ عايزين القوة قاف اللي هي اثرت على الجسم اجيب امنين اقول والله انا بحل كل مسائل المستوى الخشن بمعادلة الاتزان بساوي القوة اللي فوق بالقوة اللي تحت والقوة اللي يمين بالقوة الشمال اكتب معادلة الاتزان القوة اللي فوق اراه هنسواها بواو جاتاها ده هو المعادلة اراه بتساوي واو جاتاها ممكن نعوض هنا واو اللي هو الوزن عندنا باربعين وهي اللي يزاوية ميل المستوى عندنا بتلاتين ايبا لما تعوض اتساوي اربعين جاتاها تلاتين اضرب 40 في جتة 30 دي بجازر 3 على الاثنين اضربها في 40 تديك 20 جازر 3 ده رد الفعل العمودي 20 جازر 3 نيوتن نكتب المعادلة الثانية اليمين يسوي الشمال قاف هتسوي قوتين هنا ميم سين فرا زاد واو جاها القوة قاف اللي احنا عايزينها هتسوي ميم سين فرا زاد واو جاها هتعوض عن ها وواو وراه وميم سين كلهم موجودين عندك يبا القوة قاف اللي احنا عايزينها ميم سين اللي هو معامل الاحتكاك عندك بجازر 3 على الاثنين فيه راه لو رد الفعل العمودي طلعناه ب20 جازر 3 زاد واو جاها الوزن ب40 والزاوة ب30 هتكتب الكلام ده كله بالآلة القوة قافة تطلع معاك ب50 نيوتن يبا القوة اللي اثرت على الجسم اللي كان عايزه بتسوي 50 نيوتن في كل المسألة هنعمل نفس الكلام كده انت في لول بترسم هتلاجع عندك 3 قوة سابتة مركبات الوزن ورد الفعل العمودي اللي هتركز عليه بس القوة اللي بتأثر على الجسم وقوة الاحتكاك شوفوا القوة دي افقية ولا في اتجاه المستوى اللي عموديه على المستوى قوة الاحتكاك بتكون عكس الاتجاه المحتمل للحركة هنا كان بيقول للحركة الاعلى فحطنا قوة الاحتكاك لأسفل طب لو مدكش اتجاه الحركة هتمسك القواتين دول تقارنهم زي المسألة اللي جايدة السؤالي التاني شبه السؤالي اللي فات الزيادة بس ان انت لتحدد اتجاه الحركة بيقول لك وضع جسم وزنه 400 سوكل جرام على مستوى يميل على الافقي بزيو قياسة 30 جا الجسم حطناه على مستوى مائل يميل على الافقي بزيو قياسة 30 جابل ما تكمل عندك ثلاث قوة سبتين مركبات الوزن ورد الفعل العمودي الوزن المفروضة رأسيا لأسفل احنا بنحلله مركبتين مركبة في اتجاه المستوى ومركبة عمودية على المستوى وده كده رد الفعل العمودي المركبة اللي في اتجاه المستوى بنسميها واو جا ها واللي في اتجاه العمودي اسمها واو جا تا ها ممكن نعوض عن واو هي على طول واو اللي هو الوزن عندنا ب400 وهي اللي هي زاوة الميل ب30 فبدل ما تكتب واو جا ها هنكتب 400 جا تا 30 عوضت عن الواو الزاوي بدل ما اكتب واو جا ها اكتب 400 جا تا 30 يعني عشان نتقتصر خطوة في الحال دول الثلاث قوة سبتين مركبات الوزن ورد الفعل العمودي فضلنا قوطين القوة اللي هتأثر على الجسم وقوة الاحتكاك نعرفهم من المسألة يقول لك ومعامل الاحتكاك بين المستوى وبين الجسم يسوي جازر 3 على 4 يديك معامل الاحتكاك اللي هو ممسين جازر 3 على 4 كده نستخدمه في الحال أثرت على الجسم قوة مقدرها 50 فين اتجاهها في خط أكبر ميل للمستوى ولأعلى القوة في نفس اتجاه خط أكبر ميل للمستوى ولأعلى القوة المرادة مدك مقدرها مدك مقدرها 50 فاضل مين معانا هنا؟ فاضل قوة الاحتكاك يا ترى قوة الاحتكاك هتحطها فوق ولا تحت في المثال اللي فات جالك الجسم على وشك الحركة الأعلى فاحنا حطنا قوة الاحتكاك لأسفل هنا مش محددلك مجللكش في المسألة طب حط قوة الاحتكاك فين؟ هتقارن بين قاف وبين الـ 400 جاية 30 اللي هو مركبة الوزن هتشوف من الكبير فيهم هكتبها لك هنا هقارن بين الـ 50 اللي هي القوة قاف ومركبة الوزن اللي هي الـ 400 جاية 30 قد الـ 50 400 جاية 30 جاية 30 بنص نصف 400 بـ 200 من الكبير المتين هي الكبيرة اللي 400 جاية 30 هي الكبيرة والكبير يكسب فالجسم كده هيميل انه يتحرك لتحت فنحط قوة الاحتكاك فوق عشان مركبة الوزن دي هي الكبيرة فالكبير يكسب الجسم أكيد كده هيتحرك لتحت فنحط قوة الاحتكاك لفوق طب احتكاك عادي ولا انها ايه؟ يقول لي إذا كان الجسم متزناً المرة دي جال لك متزن ما جالش على وشك الحركة يبقى ده احتكاك عادي لو جال على وشك الحركة يبقى احتكاك نهائي اللي احنا بنسميه حاسي كده خلصنا الرسم احنا عايزين قوة الاحتكاك دي هجيبها منين اللي بيحللنا المسال معادلة الاتزان طالما ده مستواخشاً ساوي القوة اللفوق باللي تحت واليمين بالشماك هنساوي القوة اللفوق باللي تحت يعني راه هتساوي اربعمية جتا تلاتين اكتبها بالآلة او اكتب اربعمية في جتا تلاتين بجزر تلاتة على الاتنين اختصر الاتنين مع الربعمية يبقى تساوي ميتين جزر تلاتة ده كده اللي هو رد الفعل العمودي نساوي القوة اللي يمين بالقوة الشمال عندك هنا قواتين خمسين زائد حا هنساوهم بربعمية جهة تلاتين بالمعادلة التانية خمسين زائد حا نساويها بربعمية جهة تلاتين هنزل خمسين زائد حا وفك دول 400 جا 30 جلا بـ 200 شان 400 في نص يساوي 200 هنا عايزين حا هتودى الـ 50 بعكس الإشارة جيب بقوة الاحتكاك هتساوي 200 ناقص 50 هتساوي 150 كده جيبنا له قوة الاحتكاك اللي كان عايزة ساوت 150 سوكل جرال آخر مطلوب بيقول لي بيّن ما إذا كان الجسم على وشك الحركة أم لا أعرف من إن الجسم ده على وشك الحركة ولا لا في الأول لازم نجيب له حاسين اللي هو الاحتكاك النهائي لو لجيت حاسين ساوت حاسين يبقى الجسم فعلا على وشك الحركة أما لو لجيت حاسين أصغر من حاسين يبقى الجسم مش على وشك الحركة تعنجيب حاسين الأول اللي هو الاحتكاك النهائي قانون حاسين يساوي 100 سين فرا عندنا 100 سين وراه أنا عوض عنه 100 سين اللي هو معامل الاحتكاك بجازر 3 على 4 وراه له رد الفعل العمودي جبناه هنا بـ 200 جازر 3 اضرب دول بالآلة تطلع معك بـ 150 يبقى الاحتكاك النهائي ساوى 150 لاحظ كده أن الاحتكاك ساوى الاحتكاك النهائي يبقى الجسم فعلا على وشك الحركة طالما الاحتكاك اللي عندنا في المسألة ده ساوى الاحتكاك النهائي يبقى الجسم على وشك الحركة هقوله بما أن حا ساوت حا سين إذن الجسم فعلا على وشك الحركة طيب ده السؤال الثاني شوف السؤال الثالث السؤال الثالث معنا هو ده يعتبر مسألتين في بعض لذلك يعني رسم هنا رسمتين تعني جراها مرتين عشان نفهم المسأل أي مسألة استاتيكا جراها مرتين يقول لك وضع جسم وزنه 10 سوك لكيلوجرام على مستوى مائل خشن بحنا هنا في مسألة مستوى مائل الخشن توسر عليه قوة قاف فيين اتجاها؟ في اتجاه خطة أكبر ميل إلى أعلى في نفس اتجاه المستوى إلى أعلى إذا علم أن الجسم يكون على واشك الحركة إلى أعلى المستوى عندما القوة دي كانت بتساوي 6 ويكون على واشك الحركة إلى أسفل عندما القوة دي بتساوي 4 يبا القوة اللي هتأثر على الجسم مرة هي ب6 ومرة ب4 لذلك أرسم لها رسمتين رسمة لما تكون القوة دي بتساوي 6 ورسمها لما تكون القوة بتساوي أربعة نجرى ثاني ونرسم ووضع جسم وزنه عشرة سوكل كيلو جرال ده مثل الجسم حطناه على مستوى ماء الخشن بيميل بزوى كام ما نعرفهاش هنسميها مثلا هي على طول عندك تلات قوة سبتين الوزن أو مركبات الوزن واحدة في اتجاه المستوى وواحدة عمودية على المستوى ورد الفعل العمودي المركبة اللي في اتجاه المستوى اسمها هواء وجاهة الوزن عندنا بعشر اب بعشرة جاهة وهنا نخليها عشرة جاهة وده رد الفعل العمودي هنعمل نفس الكلام هنا بالظبط دول مركبات الوزن وده رد الفعل العمودي تلات قوة سبتين هنا راه والمركبة دي اسمها عشرة جاهة والمركبة العمودي اسمها عشرة جاهة طيب عايزين القوة اللي بتأثر على الجسم بيقولك تؤثر عليه قوة قاف في اتجاه خطة أكبر ميل إلى أعلى أثرنا عليه بقوة في نفس اتجاه خطة أكبر ميل إلى أعلى وهنا برد قوة في اتجاه خطة أكبر ميل إلى أعلى دي القوة قاف القوة قاف دي لها مقدارين بيقولك فإذا علم أن الجسم يكون على وشك الحركة إلى أعلى إلى أعلى المستوى عندما قاف بست لما القوة دي كانت بتساوي ستة الجسم على وشك الحركة الأعلى يبقى فين قوة الاحتكاك بتكون لأسفل حط قوة الاحتكاك عكس اتشار الحركة هو على وشك الحركة الأعلى يبقى نحط قوة الاحتكاك لأسفل احتكاك عدوى لنهاية احتكاك نهاية عشان بيقولك على واشك الحركة اللي هو ميم سين فرها ويكون على واشك الحركة الى اسفل عندما القوة دي بتساوى اربعة لو كانت القوة دي بتساوى اربعة هيكون على واشك الحركة الاسفل يبقى فين قوة الاحتكاك نحطها الاعلى على واشك الحركة الاسفل يبقى قوة الاحتكاك الاعلى احتكاك عدوى لنهاية احتكاك نهاية اللي هو ميم سين فرها كده خلصنا الرسمتين بتعودنا إيه اللي عايزينه إحنا عايزين زاوية ميل المستوى على الأفقين يعني عايزين قياس زاوية هي هجيبها منين والله كل مسائل المستوى الخشن بنستخدم معادلات الاتزان فوق يساوي تحت إيه من يساويش ميل هتكتب معادلات الاتزان هتوصل لزاوية هي اللي انت عايزها هشتغل على كل شكل الوحدي فوق يساوي تحت يبقى راه بتساوي عشرة جتا هي ممكن نسمي دي راه واحد ودي راه اثنين يبقى نكتب Ọ المعادلة راه واحد بتساوي عشرة جتا هي ونساوي اليمين بالشمال القوة هنا ستة وهنا عندها قوةين ميم سين فرا وعشرة جا هي قوة اليمين ستة بتساوي ميم سين فرا زائد عشرة جا هي طيب راه دي عندنا عندنا بعشرة جتا هي فأنا ممكن حوشة وحط بدلها عشرة جتا هي يعني ستة بتساوي ميم سين وبدل رأيها خليها عشرة جتها العشرة ممكن اكتبها قبل ميم سين هذا عشرة جتها ونزل الباج المعادلة اللي هي عشرة جاها كده عملنا معادلة هشتغل على الشكل التاني وهنعمل فيه نفس الكلام بالظبط معادلات الاتزام فوج يساوي تحت ويمين يساوي شمال القوة الفوج اللي هي رأيها اتنين هتساوي اللي تحت عشرة جتها ويمين يساوي شمال يمين عند قوتين اربعة زايد ميم سين فراء شمال عشرة جاها هنساوي ببعض اربعة زايد ميم سين فراء يساوي عشرة جاها برضو رأيها دي ممكن احوشها وعوض عنها رقمتها بعشرة جتها فنعوض عنها بعشرة جتها كده عملنا معادلة كمان همسك المعادلتين دولة حلهم هنحلهم بطريقة الحسف بس عشان تعرف تحلهم لازم تخلوهم شبه ببعض لاحظينا ان الستة والميم سين كل واحدة في طرف بينهم علامة يساوي انما هنا الاربعة والميم سين في طرف واحد فانا عايزة اخلوهم شبه بعض ممكن ادخل العشرة ميم سين الناحة التانية بعكس الاشارة هدخل عشان تكون شبه المعادلة دي هنزل الستة دخل العشرة تبسالب عشرة ميم سين جتها يساوي لما اندخلها يتفضل لك هنا عشرة جاها لي عملت كده عشان المعادلتين يكونوا شبه بعض نعرف نجمع لما تجمع مجب عشرة ميم سين جتها تروح مع سالب عشرة ميم سين جتها وجمع عادي اربعة زات ستة عشرة يساوي عشرة جاها وعشرة جاها بعشرين جاها كده نقدر نجيب زاوت هاي اللي احنا عايزين هنعملها معادلة هكسم هنا على العشرين وهنا على العشرين دولا يروحوا يبقى جاها بتساوي عشرة على العشرين فيها النص ايه الزاوة اللي اتجابت عيتها بنص اضغط شفت شفت ساي النص الزاوة هاي تطلع معاك بتلاتين يبقى زاوت ميل المستوى على الوفق اللي احنا عايزينها بتساوي تلاتين فكريتا ان انا اشتغلت على كل حالة الوحديها طيب المطلوب التاني عايزين معامل الاحتكاك السكوني عايزين ميم سين اجيب معامل الاحتكاك منين اتقدر تجيبها من اي معادلة من دول هتعوض في اي معادلة من دول اما المعادلة الاولى او المعادلة التانية هعوض عن مين هعوض عن هاي احنا زاوت هاي جيبناها بتلاتين يبقى تحوش هيه اللي موجودة في المعادلة دي وتعوض عنها بتلاتين تعني نعوض مثلا في المعادلة الاولى هنزل الست يساوي عشرة ميمسين اللي احنا عايزينا فيه جاتة هيه هيه بتلاتين جاتة تلاتين بجازر تلاتة على اثنين زاد عشرة جاها عشرة فيه جاها يعني جاها تلاتين بتساوي نص كده عوضنا هتختصر الكلام ده كله تضرب عشرة في نص بخمسة والخمسة تودها عند الستة بعكس الاشهار وتضرب عشرة في جازر تلاتة على اثنين وتكسم عليهم هتطلع لك ميمسين عشان ما فيش مكان بس ميمسين هتطلع معاك بجازر تلاتة على خمسة عشر تعملها معادلة عادية هتطلع معاك جازر تلاتة على خمسة عشر طيب ده كان السؤال التالت نشوف السؤال الرابع السؤال الرابع معانا وده سؤال حلو هتلاقي الجسم فيه هيمر بتلات حالات بقولك وضع جسم وزنه 8 سوك لكيلو جرام على مستوى افقي بقى في الاول كان على مستوى افقي خاشل ثم اميل المستوى تدريجيا حتى اصبح الجسم على وشك الانزلاق اسفل المستوى عندما كان قياس زاوية ميل المستوى على الافق تلاتين درجة كده دخلنا في الحالة التانية تعالى نجراء تاني بقولك وضع جسم على مستوى افقي المستوى في الاول كان افقي ثم اميل المستوى تدريجيا بدأنا نميل المستوى ده تدريجيا ميلناه حتى اصبح الجسم على وشك الانزلاق على وشك الانزلاق عندما كانت زاوية الميل دي بتساوى تلاتين درجة ابه هو في الاول الجسم كان على المستوى الافقي ميلنا المستوى ده لحد ما الجسم كان على وشك الانزلاق لما في شق الجسم رأيه ده كان الافع willis中 30 درجة تفهم ايه من هنا��idd вид اما من اللي مؤثر عليه والله مفيش حاجة مؤثر عليه غير وزنه فقط تفكرنا على طول بالحالة الاولى اللي هي القعدة بتاعتنا لو الجسم على وشك الانزلاق تحت تأسير وزنه فقط استنتج النيلان بتساوها كدنا لازم يكون عندك الشرطين الجسم يكون على وشك الانزلاق وتحت تأسير وزنه فقط مفيش قوة مأثر علي استنتج النيلان بتساوها لو زاوة الاحتكاك بتساوي زاوة الميل زاوة الميل عندنا ب30 من هنا نقدر نجيب معامل الاحتكاك هو فعلا عايز معامل الاحتكاك بين الجسم والمستر معامل الاحتكاك يساوي ظاوه لام أو ممكن نقول ظاهة إنهما يصاوي بعض لام جبناها ب30 يبقى نجيب لها الظاو ظاوه 30 يساوي جزر 3 على الثلاث أو 1 على جزر 3 هي هي كده جبنا له معامل الاحتكاك اللي كان عايزه تعالوا ندخل في المرحلة الثالثة ويقولك وإذا روبط الجسم عند إيه بخيط هنمسك الجسم ده نربطه بخيط ثم شد الخيط في اتجاه خط أكبر ميل إلى أعلى المستوى هنمسك الجسم نربطه بخيط والخيط في اتجاه خط أكبر ميل للمستوى ده كده الخيط طالما عنده خيط يبقى عنده قوة شد إيه اللي حصل لما ربطنا بخيط حتى أصبح الجسم على واشك الحركة إلى أعلى لما ربطنا بخيط الجسم كان على واشك الحركة الأعلى إبا أكيد قوة الاحتكاك لأسفل إيه اللي عايزين هو عايزين مقدار قوة الشهد عايزين القوة قاف تعاني جيبباجي القوة اللي بتأثر على الجسم ثلاث قوة سبتين مركبية الوزن ورد الفعل العمودي مركبة في اتجاه المستوى مركبة عموديها على المستوى ورد الفعل العمودي إيه نراه مركبة اللي في اتجاه المستوى واجاه الوزن كان عندنا في المسألة بتمانية والزاوية بثلاثين فعوض عانهم على طول يبقى 8 جة 30 وهنا تاخد جة 8 جة 30 وده رد الفعل العمودي فين قوة الاحتكاك؟ هو جالك لما شدين الجسم بخيط الجسم بجعل وشك الحركة إلى أعلى يبقى قوة الاحتكاك تحطها تحت تكون عكس اتجاه الحركة الاحتكاك عدوى لنها احتكاك نهائي وعلى وشك الحركة اللي هي 150 فرقة ايه اللي احنا عايزينه؟ عايزين قوة الشد وكمان عايزين رد الفعل العمودي هجيبهم منين من معادلة الاتزال سوى القوة اللي فوق باللي تحت واليمين بالشميل ايبا كده الجسم ده مر ب3 مراحل كان في الأول على مستوى أفق ميلنا المستوى لما ميلنا المستوى الجسم أصبح على وشك الانزلاق الأسفل على وشك الانزلاق كان تحت تأثير وزنه فقط استنتجت منها النيلان بتسوه آخر مرحلة شدنا بخيط لما شدنا بخيط كان على وشك الحركة الأعلى ايبا قوة الاحتكاك لأسفل احنا عايزين ره وقاف نستخدم معادلات الاتزال فوق يساوي تحت يعني راه بتساوي 8 جاتة 30 راه بتساوي 8 جاتة 30 8 فيه جاتة 30 بجزر 3 على الاتنين اختصر الاتنين مع التماني بها تساوي 4 جزر 3 دي قوة رد الفعل العمودي الوحدة اللي عندنا سوك لكل جرهم عايزين القوة قاف هنساوي القوة للمين بالشمال قاف هتساوي ميم سرة زائد 8 جاتة 30 قاف اللي احنا عايزينها بتساوي ميم سين فرا زائد 8 جاتة 30 عوض قاف بتساوي ميم سين اللي هو معامل الاحتكاك جبناب 1 على جزر 3 فيه راه رد الفعل العمودي جبناب 4 جزر 3 زائد 8 في جاتة 30 جاتة 30 بنص اكتب الكلام ده كله بالآلة او لو عايز تختصر جزر 3 تروح مع جزر 3 اتفضل لك 4 زائد 8 في نص برضو ب4 4 زائد 4 بساوي تمانية بقوة الشد هتساوي تمانية سوك لكيلو جرام في المسألة هنا استخدمنا الحالتين اللي خدناه في الحص الحالة الاولى الجسم كان على وشك الانزلاق لأسفل تحت تأسير وزنه فقط استنتجت منها ان الان بتساوي هات والحالة التانية لما اثرنا عليه استقدمت فيها معادلات الاتزان ده السؤال الرابع نشوف السؤال الخامس السؤال الخامس معانا وده شبه السؤال اللي فات برضو هنستخدم في الحالتين حالة هيكون على وشك الانزلاق تحت تأسير وزنه فقط والحالة التانية هيأثر عليه قوة ولك وضع جسمه مقدار وزنه 30 نيوتن على مستوى ماء الخشن ده الجسم حطناه على مستوى ماء الخشن لوحظة ان الجسم يكون على وشك الانزلاق اذا كان المستوى يميل على الافق بزاوى قياسها 30 لما تكون الزاوى دي بتلاتين الجسم هيكون على وشك الانزلاق تبقى هو على وشك الانزلاق تحت تأسير مين والله مفيش قوة أسرت عليه تهوى تحت تأسير وزنه فقط يبقى دي الحالة الأولى طالما على وشك الانزلاق تحت تأسير وزنه فقط نستنتج النيلان بتساوي ها 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 هي زاوة الميل بتلاتين يبقى لام برضو بتلاتين كده نقدر نجيب معامل الاحتكاك معامل الاحتكاك بيسوي ظالم يعني هنجيب زاوة 30 زاوة 30 بتساوي واحد على جازر 3 دي كده خلصنا الحالة الأولى الجسم هيدخل في حالة كمان الحالة التانية بيقولك فإذا زيد ميل المستوى إلى 60 يعني الزاوى دي بدل ما هي 30 هنخليها 60 يعني المستوى هيرفع لفوق فأكيد الجسم هيجع لتحت هينزلق لتحت فهو هيدينا قوة تمنع الانزلاق ده لما نزود الزاوة لستين عايزين مقدار أقل قوة تؤثر في الجسم موازية الخط أكبر ميل في المستوى وتمنعه من الانزلاق لما زودنا الزاوة الميل دي خلاناها 60 الجسم كان هيجع لتحت احنا عايزين أقل قوة في اتجاه خط أكبر ميل للمستوى عايزين أقل قوة تمنعه من الانزلاق يعني هتخليه متزن أو ثابت على المستوى طيب تعالي نجيب باج القوة بتاعتنا في الأول مركبات الوزن واحدة في اتجاه المستوى واحدة عمودية على المستوى ورد الفعل العمودي هنا ويوجاهه وهنا ويوجتهه وده رد الفعل العمودي اللي هو وراء عايزين نعرف فين قوة الاحتكاك يا ترى قوة الاحتكاك هتحطها فوق ولا تحت بتكون عكس الاتجاه المحتمل للحركة هو الجسم ده عايز يتحرك فيه هو هنا كان بيقول لك عايزين أقل قوة تمنعه من الانزلاق يعني هو خلاص كان هينزلق كان هينزل لتحت فالقوة دي هي اللي هتمنعه باتجاه الحركة المحتمل كان لتحت بنحط قوة الاحتكاك لفوق طب أخليه احتكاك عاد ولا احتكاك نهاية لا احتكاك نهاية اللي هو حاسين قانونه ميمسين فرها ليه خليته احتكاك نهاية لأن كلمة تمنعه من الانزلاق يعني هو خلاص هينزل لتحت على واشك الحركة الأسفل فالاحتكاك نحطه لفوق ونخليه نهاية لاحظ برضو ان احنا هنا استخدمنا الحالتين الحالة الاولى لما كانت الزوى دي بتلاتين كان على وشك الانزلاق تحت تأثير وزنه فقط استنتجنا منها النلام بتسوهي وجبنا معامل الاحتكاج الحالة التانية لما اثر على الجسم قوة هنستنتج منها معادلات الاتزان فوق يسوه تحت ويمين يسوه شمال احنا عايزين القوة قاف اللي منعته من الانزلاق طيب نكتب معادلات الاتزان فوق يسوه تحت احنا عايزين القوة للفعل العمودي سوه وجتهي عندنا وعاو عندنا ها وزن الجسم بثلاثين جتهي او عجول هيب تلاتين تدي بتاع الحالة الاولى زاوت هيب اللي عندنا في المسألة خلاص بستين احنا عايزين جتهي ستين جتهي ستين بنص وضربها في ثلاثين هتساوي خمستاشر احنا عايزين القوة ليمين بالقوة الشمال قاف زايد مين سنرا يساوي ووجهي بالمعادلة الثانية قاف زايد مين سين فراه يساوي ووجهي نعوض قوة قاف احنا اللي عايزينها زايد مين سين اللي هو معامل الاحتكاك معامل الاحتكاك بتكون نسبة ثابتة معاك ما تتغيرش جبناها بواحد على جزر ثلاثة تتغيرش عشان الجسم هو الجسم والمستوى هو المستوى يبه واحد على جزر ثلاثة فراه راه له رد الفعل العمودي بخمستاشر يساوي ووجهي الوزن عندنا بثلاثين والزاوية عندنا بستين تعالوا اضرب الكلام ده عنزق قاف زايد اضرب بالآلة واحد على جزر ثلاثة بخمستاشر هتطلع معك خمسة جزر ثلاثة يساوي اضرب تلاتين في جزر ستين هتطلع معك بخمستاشر جزر ثلاثة عشان اجيب القوة قاف cause وeti لخمسة جزر ثلاثة بعكس الاشارة يبه قاف بتساوي خمستاشر جزر ثلاثة مو 마음ز خمسة جزر ثلاثة هتساوي عشرة جزر ثلاثة نيوتين اقل قوة تمنع عمونا الانزلاق يعني هو على وشك الحركة الاسفر تحط قوة الاحتكاك لفوق. طيب ده السؤال الخامس نشوف السؤال قبل الاخير. السؤال السادس معانا نفس الفكرة لكن هنا بكلها بالرموز مش ميديك زوايا ولا القوة. يقول لي وضع جسم وزن واو. معرفش وزنه كام. على مستوى خشن يميل على الافقي بزاوية قياسة ه. ده جسم وزن واو يميل على الافقي بزاوية قياسة ه. هات على طول الثلاث قوة لسبتين معاك. مركبات الوزن واحدة في اتجاه المستوى واحدة عمودية على المستوى ورد الفعل العمودي. اللي في اتجاه المستوى واو جاهه. والعمودية على المستوى واو جته. ورد الفعل العمودي راه. عايزين نعرف القوة اللي هتهثر على الجسم قوة الاحتكاك. فوجد ان القوة التي توازي خط اكبر مل المستوى. وتجعل الجسم على وشك الحركة الى اعلى تساوي اتنين واوجاهة. لاجينا القوة اللي بتوازي خط اكبر ميل. لاجينا ان القوة دي بتخلي الجسم على وشك الحركة الاعلى. لاجينا ان مقدارها اتنين واوجاهة. القوة دي مقدارها اتنين واوجاهة. برضو مدهالي بالرموز. طب عايزين نعرفين قوة الاحتكاك. فبيقول لك ان الجسم على وشك الحركة الاعلى يبقى قوة الاحتكاك تحطها الاسفل. وعشان الجسم على وشك الحركة يبدأ احتكاك نهائي اللي هو ميم سين فرقة. كده خلصت رسمتك. ايه اللي عايزه? هو انا عايزي قارن بين زاوة الاحتكاك وزاوة ميل المستوى. هل زاوة الاحتكاك تساوي ها? ولا اكبر من ها? ولا اقل من ها? عايزين نقارن بين لام وها. طب والله انا ما اقدرش اعمل حاجة هنا غير ان انا استخدم معادلات الاتزان. فوق يساو تحت وين مين يساوش ميل. تعال نكتب معادلات الاتزان ونشوفها نوصل ليه. فوق يساو تحت. يعني رد الفعل يساوي واو جاهي. دي الاول معادلة. يمين يساوي شمال. القوة هنا اسمها اتنين واو جاهي. وشمال عند قواتين ميم سين فرا واو جاهي. بل قوة اليمين اسمها اتنين واو جاهي. يساوي قواتين اللي في الشمال ميم سين فرا زاد واو جاهي. دول هما معادلات الاتزان. نقدر نعمل ايه فيهم? نقدر نعوض. انت عند قيمة الرا واو جاتهي. فانا ممكن احوش الراه اللي هنا دي وحط بدلها واو جاتهي. يعني هنزل اتنين واو جاهي يساوي ميم سين. بدل راه اكتب قيمتها واو جاتهي. ونزل باقي المعادلة واو جاهي. لحظ ان المعادلة كلها فيها واو. فعشان اخلص من الواو دي ممكن نكسم عليها. يعني هتعتبر هتلغي الواو كلها من المعادلة. تفضلك هنا اتنين جاهي يساوي ميم سين جاتهي زائد جاهي. طيب ملاحظين ان هنا جاهي وجاهي. ممكن اوديهم عند بعض بعكس الاشارة. اتنين جاهي هتنزل. ودي لها موجة بجاهي. تبقى سالب جاهي يساوي ميم سين جاتهي. تعال نطرح. اطرح دول دي يعتبر جاب لها واحد. اتنين نقص واحد واحد. يبقى واحد جاهي. يساوي ميم سين جاتهي. كده نقدر نجيب ميم سين. هكسم هنا على جاتهي. وهنا برضو على جاتهي. دول هيروح مع بعض. يبقى ميم سين بتساوي. جاهي على جاتهي. جاهي على جاتهي. ده قانون الزا. يبقى بيساوي ظاهي. ميم سين يساوي ظاهي. واحنا عارفين ان ميم سين يساوي ظالم. قانون ممسيني سوي ظل زاوة الاحتكاك كده نستنتج النلام بتسويها طالما ممسين سوت زاهي وممسين قانونها زالام كده نستنتج النلام بتسويها إذا اللام بتسويها يعني زاوة الاحتكاك بتسوي زاوة ميل المستوى على الأفق اللي هو هنا الاختيار الأول نفس اللي كنا بنعمله في المثال لكن المثالة كلها رمز طيب ده السؤال السادس دعنا ناخد آخر سؤال في الحصة آخر مسألة معنا في الحصة المرة دي هنغير وضع القوة المسالة الفاتت القوة كانت بتكون في اتجاه المستوى المرة دي هنخلي القوة افقية تعال ندرع ونرسم يقولي وضع جسم وزن واو ما اعرفش وزنه كام على مستوى ماء الخشن يميل على الافق بزاوية جيبها 5 على 13 حطينا جسم على مستوى ماء الخشن يميل على الافق بزاوية تعال نسمي الزاوية دي مثلا هي مش مديك الزاوية مديك جيبها يعني مديك جاها يديك جيبها بخمسة على 13 الزاوية دي لما يديك الجاة أو الجاتة أو الزابط عيتها اعمل لها مسلس قائم عشان تجيب باجي النسب ارسم مسلس قائم دي مثلا زاوية هي هو يديك الجاة خمسة على 13 الجاة مقابل على وطر هتتضلع الثالث من نظرات وسيطلع معك بـ 12 كده تقدر تجيب جاتة هي قانون الجاتة مجاور على وطر يعني بتساوه 12 على 13 كده جيبنا الجاة والجاتة هنحتاجهم في المسأل تعني جيب أول ثلاث قوة بتأثر على الجسم ثلاث قوة ستين اللي هو مركبتين الوزن ورد الفعل العمودي مركبات الوزن واحدة في اتجاه المستوى واحدة عمودية على المستوى اللي في اتجاه المستوى اسمها وياه وجاهه والعمودية على المستوى اسمها وياه وجهتاه ما نعرفش هو هو بكام هو اللي عايزين وده رد الفعل العمودي اللي احنا بنسميه رأى فاضل ان كده القوة اللي بتأثر على الجسم وقوة الاحتكاك هنحددهم من المسألة يقول لك شدة جسم بقوة أفقية مقدارها 22 نيوتن في كل المسألة اللي خدناها القوة كانت بتكون في اتجاه المستوى لأت المرة دي قال لك القوة أفقية القوة بتكون لها ثلاث أوضاء ممكن يقول لك في اتجاه المستوى ميلة عن المستوى ممكن يقول لك أفقية لو في اتجاه المستوى بتسيبها زي مهائية أما لو كانت ميلة عن المستوى أو كانت أفقية بنحللها تعال نشوفها نحللها ازاي دي القوة الأفقية اللي أثرت على الجسم كان مديك مقدارة بتساوي 22 نيوتن فاضل من كده فاضل قوة الاحتكاك تترى قوة الاحتكاك هتحطها فجوة اللي تحت جالك القوة دي جعلت الجسم على واشك الحركة لأعلى المستوى لما شدنا الجسم بالقوة دي خلت الجسم على واشك الحركة الأعلى يبقى نحط قوة الاحتكاك لأسفل قوة الاحتكاك عكس الاتجاه المحتمل للحركة احتكاك عدوى لنهاية احتكاك نهاية عشان جالك على وشك الحركة واحتكاك النهال وقانونه ميمسين فرقه كده خلصنا رسمتنا ايه اللي عايزينه عايزين مقدار الوزن عايزين وزن الجسم اللي هو واو وكان مديك كمان معاملة الاحتكاك السكوني بين الجسم والمستوى يسا ونص ميمسين يسا ونص ازاي نجيب وزن الجسم بمعادلات الاتزان هنساوي القوى اللفوق باللتاع والقوى اليمين بالشمال فين القوى اليمين هنا هتظهر لما نحلل القوى الافقية دي ايبا دايما لما تكون قوى الافقية او قوى مائلة بتحللها طيب هنحللها فين هنحللها في اتجاهين متعمدين واحدة في اتجاه المستوى واحدة عمودية على المستوى دايما التحليل واحدة بتكون في اتجاه المستوى واحدة عمودية على المستوى عشان تحلل لازم يكون عندك زاوة من الزاويتين دول عشان نقول مطرح ما زاويت نام نضرب في جيب التمام انا اقدر اجيب الزاوة الفوق دي اقدر اجيبها بالتناظر عندك حرف F مجلوب ده خط أفقي وده أفق المتوازين إبا الزاوية هي اللي تحت هتساوي الزاوية اللي فوق دي هي إبا دي بتسواها هي بالتناظر كده نقدر نحلل القوة نحللها على حسب الزاوية دي الزاوية بريبة من المراكبة اللي في اتجاه المستوى إبا المراكبة دي تنضرب في جاتة والمراكبة التانية تنضرب في جاتة هضرب مين هضرب القوة اللي أنا عايز أحللها في جاتة الزاوية القوة كانت بـ 22 إبا دي 22 جاتة هي ودي تنضرب في جاتة 22 جاها كده حللنا القوة دي ممكن نلغيها كده خلصنا كل اللي حلل لك المثال معادلات الاتزال أتساوي القوة اللي فوق بالقوة اللي تحت القوة اللي يمين بالقوة الشمال القوة اللي فوق را وفي قوتين تحت ووجاتة هي و22 جاها إبا المعادلة الأولى أراه بتساوي ووجاتة هي زائد 22 جاها تعال نعوض هنعوض عن جاها وجاتة هي اللي احنا جبناهم بدول الجا كان مديها لك 5 على 13 والجاتة 12 على 13 يبقى راه بتساوي الجاتة بـ 12 على 13 أضربها في واو يبقى 12 على 13 واو زائد 22 في جاها عندنا بـ 5 على 13 دي كده أول معادلة أول معادلة جبنا منها قيمة إره نعمل للمعادلة التانية يساوي القوى اليمين بالقوى الشمال 22 جاها هتساوي ميم سين را زائد واو جاها بمعادلة التزان التانية 22 جاها يساوي ميم سين را زائد واو جاها أنا أعوض عن جاها وعن جاها وعن ميم سين وعن را كلهم عندنا جاها عندك في المثلة بـ 12 على 13 هتضربها في 22 إبقى 22 في 12 على 13 يساوي ميم سين معامل الاحتكاك كان مديوا لنا في المثلة بنص فيه أرى ممكن نحط قيمتها هنا هنعوض عنها جبنا قيمتها من المعادلة الأولى هنعوض عنها في المعادلة التانية إبقى حشرة وحط بدالها 12 على 13 واو زائد 22 في 5 على 13 ممكن تضرب دي 22 في 5 بـ 110 على 13 دقيمت الرا حشت الرا وحطت قيمتها زائد واو جاها الجاها عندنا بـ 5 على 13 تضربها في واو إبقى 5 على 13 واو لو قدرت تحل المعادلة دي هتجيب الوزن اللي إحنا عايزينه طب لحظ المعادلة عندك المقامات كلها فيها 13 هنا 13 هنا 13 وهنا 13 عشان نلغي الـ 13 دي هدرب المعادلة كلها في 13 تعال نضرب لما نضرب في 13 دي هتتلغى هتفضلك 22 في 12 بـ 264 يساوي هدرب في 13 دول هيتلغى هدرب النص في القوس نص في 12 بـ 6 بـ 6 واو نص في 110 بـ 55 زائد دي هدربها في 13 هتتلغى هتفضلك فيها 5 واو كده بجت معادلة سهلة 6 واو 5 واو 11 واو الـ 55 دي هدرب الناحة الثاني بعكس الإشاءة هتبقى 264 نوغز 55 هتساوي 209 عشان أخلص من الـ 11 ركس مع الـ 11 209 على الـ 11 بتساوي 19 نيوتن كده بوزن الجسم اللي احنا عايزينه بساوي 19 نيوتن فكرة المثلة كلها القوة لما تكون أفقية بتحللها طب لو كانت ميلة برضو بنحللها وده ناخدها في حصة المراجعة اللي هي الحصة اللي جاية على طول ملاقص الحصة التامنة والآخرة في الاستاتيكا اتزان جسم على مستوى ماء الخشن الجسم بيتزن على المستوى الماء للخشن بحالتين إما يتزن تحت تأثير وزنه فقط يعني ما فيش قوة بتأثر عليه والحالة التانية بيهيكون فيه قوة بتأثر عليه الحالة الأولى هيتزن تحت تأثير وزنه فقط في الحالة دي فين القوة اللي بتأثر عليه عشان يكون متزن هتلاجوهم أربح قوة عندك ثلاث قوة سبتين اللي هم مركبات الوزن ورد الفعل العمودي في الطبيعي الوزن بيكون دايما الرأسيا اللي أسفل لكن احنا في كل مساء للمستوى المائي للخشن مش بنتعامل مع الوزن بنتعامل مع مركبات الوزن فبنمسك الوزن ده نحلله حلله لمركبتين متعمدتين واحدة في اتجاه المستوى واحدة بتكون عمودية على المستوى اللي في اتجاه المستوى اسمها واي وجهه فين اتجاه قوة الاحتكاك بتكون عكس الاتجاه المحتمل للحركة الجسم في الطبيعي عايزين زل تحت فاللي هيمنع القوة الاحتكاك هيكون اتجاهها لفوق لو كان الجسم متزن مش على وشك الحركة يبدأ احتكاك عادي اما لو على وشك الحركة او على وشك الانزلاقي يبدأ احتكاك نهي اللي احنا بنسميه حاسين كده وصلنا لمعدلات الاتزان هنساوي القوة اللي فوق باللي تحت واليمين بالشمال يعني راه بتساوي وجتها وحاسين هتساوي وجاها عندنا قاعدة مهمة في الحالة دي بنستخدمها في حل المسائل القاعدة بتقول لو حطينا جسم على مستوى ماء الخشن وكان على وشك الحركة الاسفل او على وشك الانزلاق تحت تأثير وزنه فقط نستنتج ايه نستنتج انه لام بتساوي ها لام اللي هي زاوة الاحتكاك وهي اللي هي زاوة ميل المستوى على الافقي ودي قاعدة مهمة بنستخدمها في حل المسائل لو حطينا جسم على مستوى ماء الخشن وكان على وشك الانزلاق تحت تأثير وزنه فقط نستنتج ان قياس زاوة الاحتكاك تساوي قياس زاوة ميل المستوى على الافقي زاوية الاحتكاك اللي هي لام وزاوية ميل المستوى على الافق اللي هي ها يعني لو زاوية ها بتلاتين يبaaaa زاوية لام برضو بتلاتين زاوية الميل بستين يب Du historic Broad of 60 ها تساوي لام طبي فرض هيه طلعت أصغر من لام أو أكبر من لام لو هيها أصغر من لام يبال مستوى هينزل لتحت فهتلاجي الجسمه مستقرة على المستوى الجسم هيكون متزن وليس على وشك الحركة أما لو هيها أكبر من لام فكده المستوى هيطلع لفوق المستوى هيطلع لفوق فالجسم كده هيجعل لتحت الجسم هيكون غير متازن يهمك هنا القعدة دي لو كان الجسم على وشك الانزلاق تحت تأثير وزنه فقط مفيش قوة بتأثر عليه استنتج النليام بتساويه نشوف الحالة التانية لو كان فيه قوة بتأثر عليه الحالة التانية من اتزان جسم على مستوى ماء الخشن هيكون فيه قوة بتأثر على الجسم والقوة دي لها ثلاث حالات ممكن تكون في اتجاه المستوى ممكن تكون ميلة على المستوى ممكن تكون أفقية معظم المثال القوة بتكون في اتجاه المستوى كده عندك أربح قوة بتأثر على الجسم ثلاث قوة سبتين معاك اللي هما مركبات الوزن ورد الفعل هنا ويوجاهه وهنا ويوجته وده رد الفعل العمودي وده القوة اللي بتأثر على الجسم فضل من كده فضل قوة الاحتكاك عشان ده مستوى خشن فيم قوة الاحتكاك يهمها تحطها فوق أو تحطها تحت تعرف اتجاه قوة الاحتكاك منين ممكن هو يساعدك في المثلة لو جالك الجسم على وشك الحركة لأعلى الجسم هتحرك لأعلى يبقى تحط قوة الاحتكاك تحت وعشان الجسم على وشك الحركة ده احتكاك نهائي اللي هو قانونه ميم سين فرها لو جالك الجسم على وشك الحركة لأسفل تحط قوة الاحتكاك فوق برضو احتكاك نهائي اللي هو ميم سين فرها طيب لو مش بيديك الجملة دي في المسألة هتمسك تقارن قاف بووجهة هتقارن القوة بمركبة الوزن تشوف من الكبير لو قاف هي القوة الكبيرة الكبير يكسب يبقى الجسم يتحرك ناحيتها يبقى قوة الاحتكاك تحطها العكس تحطها تحت لو ووجهة هي الكبيرة الكبير يكسب فالجسم يتحرك ناحيتها فتحط قوة الاحتكاك العكس هتحطها فوق دايما بنحط قوة الاحتكاك عكس الاتجاه المحتمل للحركة طب بنحل المسال ازاي؟ كل مسال المستوى المائل الخشن او المستوى الخشن عاماته بنحله بمعادلات الاتزان قوة اللي فوق بتساوه لتاحت واللي مين بيساو الشمال يعني را هتساوها وجتها وقاف زااد مين سرا هتساوها بواوجهاها وعكده تجيب المطلوب اللي انت عايزه ده لو كانت القوة في اتجاه المستوى طب افرض القوة دي كانت ميلة على المستوى في الحالة دي بتحللها تحللها لمركبتين متعامدتين واحدة في اتجاه المستوى واحدة عمودية على المستوى طب افرض كانت افقية برضو هتحللها واحدة في اتجاه المستوى واحدة عمودية على المستوى بعد ما تحللها ممكن تلغيها وبرضو تستخدم معادلات الاتزان للمرة التانية بنقول الحمد لله خلصنا منهج الاستاتيكة الحصة اللي بعد ده على طول هنبدأ فيها مراجعات الاستاتيكة واللخص في الاستاتيكة كلها حصة التلخيص اللي انا كنت اعملها اعدلها واضيف عليها دروس الاحتكاك كل اللي بيقوله في الحصص هتلوه في المذكرة اللي عايز المذكرة يكلمنا عن الرقم ده وكل حصص الاستاتيك هتلوها في القائمة اللي بتنزل هنا دي واشوفكم الحصص الجاي ان شاء الله